تدول العقاري بحيث سجل إجمالي قيمة تدول العقاري في سلطنة عمان ارتفاعا بأكثر من 29% مسجلا بنهاية شهر إبريل الماضي أكثر من 940 مليون ريال عمني وأشرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت أكثر من 22 مليون ريال عمني فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع أكثر من 350 مليون ريال عمني ل21245 عقد بيع كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 66.5% مسجلة 594 مليون و600 ألف ريال عمني ل7586 عقدا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة